دول هدفين الأهلي الموسم ده قبل مواجهة المقص ولينا وقفة شوية عشان نقرأ أرقام الأهلي التهديفية صاحب طبعا أقوى قط هجوم في المسابقة 50 هدف أحرزهم من نادي الأهلي الموسم ده لكن لما تيجي تقرأ ترتيب الهدفين تجد أن القوات ضربة عندك تقريبا موجودة يعني رغم الإصابات والغيابات وحالة الإجهاد أنت بتتكلم على أن القوات ضربة عندك بتتمثل في أفشا وعلي معلول الاتنين موجودين في مباراة النهاردة والاتنين دول يعتبر تقريبا حجم مشاركتهم أو مساهمتهم في الموسم ده هجوميا في التسجيل أهداف نادي أهلي تتكلم في تلت أهداف الأهلي 32% بالتحديد من عدد أهداف الأهلي يسجلها الاتنين دول محمد مجدي أفشا وعلي معلول وبالتالي تراهن على قدرات الأهلي الهجومية إن شاء الله حتى رغم الغيابات وحالة الإجهاد والأسماء اللي مش هتشارك النهاردة أنت عندك طبعا خط الهجوم بالكامل بيعاني من إصابات يعني برسيتاو مش موجود طاهر مش موجود حسين الشحات مش موجود ميكسوني كان مش موجود ودخل فورما وأنا ليقف مع ميكسوني شوية لأنه لما تيجي تقارن طبعا شريف سبع أهداف في المركز التالت وشريف مش هو ده شريف يعني مش دي أرقام شريف شريف دايما حقيقة واحد أقدم مواسم رائعة وكان هدف بطولة أبطال أفريقيا وكان هدف بطولة الدورية وبالتالي سبع بالنسبة للاعب بقدرات محمد شريف لا مش مكانه أو مش إمكانياته وشريف طبعا غاب للإصابة برسيتاو كانت البداية والانطلاقة يعني خلينا نرجع بالذاكرة لا ببداية برسيتاو الحقيقة كانت مباشرة جدا يعني بتقدرش تقارن مستوى برسيتاو في بداياته بمستوى برسيتاو النهاردة فيه إيه؟ في حاجة غلط يعني برضو اللعب بتقدرش نقول عليه لعيب إمكانياته وقليلة أو لا الحقيقة بداياته كانت مباشرة جدا وكان ماشي وبينافس كمان حتى على لقب هداف الدول ميكسوني بقى هو اللي عايز أقف معاه شوية يعني لويس ميكسوني الحقيقة وأنا كنت كلمت عليه في حلقة إمبرح مع حضراتكم لويس ميكسوني رغم قلة مشاركته لكنه مسجل ثلاث أهداف يعني لما نيجي نقارن ميكسوني يعني مش عايز أعمل مقارنة بس في النهاية لما يجي أقارن ميكسوني وأقول الأهداف قياساً بعدد المطشاط اللي شارك فيها لا أنا شايف أنه عنده قدرات هدفية جيدة جد هو تقريباً ما ظهرش طول الموسم لكن في كل مناسبة ظهر سجل أو كان سبب في تسجيل هدف ومنهم بالمناسبة هدف المحلة في المحلة اللي فاز بيها الأهلي بالمباركة من المطشاط الصعبة طول عمر طبعاً الأهلي والمحلة في المحلة مطشاط صعبة لكنه كان سبب في الهدف اللي سجله علي معلول واللي فاز بيه الأهلي بنقاط المباراة التلاتة تراهن على ميكسوني؟ أراهن على ميكسوني في ظل الغيابات دي شايف أنه عنده فرصة كويسة جداً يعيد حساباته ويعيد ترتيب أوراقه ويقدم نفسه بشكل جديد وخصوصاً في ظل النقص الواضح جداً في خط هجوم النادي الأهلي في العشر مطشاط اللي جاية الشاحات خلاص برى الحسابات شريف خلاص كمان برى الحسابات فبالتالي أنت عندك اتنين مهمين جداً أوراقك مهمة جداً في خط الهجوم الموسم بالنسبة لها انتهى فرصة لميكسوني وغير ميكسوني على فكرة فرصة متاحة للجميع فرصة متاحة لزياد طارق متاحة لكوكا لما يرجع بالسلامة متاحة لمحمد أشرف يعني حتى اللعيبة الصغيرة شايف أنه عندهم فرصة عليهم أنهم يحسنوا استغلالها جداً ويتمسكوا بها في فترة التقييم والفترة الصعبة اللي بتظهر فيها معدن اللعيبة وإمكانياتها وهل ممكن تكون اللعيبة بتصنع فارق ولا يعني اللعيبة كمالة عدد هل ممكن تكون لعيبة أساسية في الفترة اللي جاية أو حتى بديل تراهن بي كورقة ربحة ولا لأ كل ده بشوف فرص قدام السكوادر اللي موجود للنادي الأهلي وخصوصاً للعيبة الصغيرة أو اللعيبة اللي مكانش عندها فرصة ومساحة مشاركة كبيرة جداً في العشر مطشاط اللي جاية عشان تقدر تقول إنها موجودة وتقدر تكون مؤثرة وتقدر تعبر عن إمكانياتها بشكل كبير ده فيما يتعلق بالأهداف لكن فيما يتعلق كمان بالقدرات الدفاعية النادي الأهلي وإن كانت مش أرقام الأهلي يعني قبل ما تشوفوا الإنفو جراف أو الأرقام بتاعة الأهلي الموسم ده دفاعياً الأهلي السنة دي الحقيقة 11 كلين شيت تلقت شباكو عشرين هدف ولكن في النهاية هو مش أقوى خط دفاع يزوقه في القوى الدفاعية فرقتين بيرامدز لتسجل أو استقبلت شباكو 17 هدف فقط وفي نفس الرقم ده فالمركز الأول دفاعياً كان فريق فاركو اللي عامل موسم دفاعي قوي واستقبلت كمان شباكو 17 هدف تعالوا نشوف